بتاخد وقت قدية أو صعبة يعني؟ لا مش صعبة دي العملية بتاخدشه أكتر من ربع ساعة أو نص ساعة مش صعبة جداً وزي ما شريف قال إن هي بتحافظ على البرجينيتي ودي حاجة مهمة جداً إنها العذرية بتاعت الست متأثرش أنا بس عايز أقول لكم حاجة زيارة قوي النقطة اللي كان بيتكلم عليها شريف اللي هي الناس اللي بتجيلها انقطاع في الدورة في سنة 30 أو 35 علاجهم إيه دلوقتي؟ بس عشان نعرف أنا لو أنا كنت شخصت الحالة دي من بدري وجمدت لها البويضات أرحم من الدجل اللي بيحصل دلوقتي وبيحنلهم الخالية الجزعية في المبايد وبيدفعوا ألفات الفلوس الناس بتروح تبيع أراضيها على حاجة ليست مدروسة علمية ومنهاش أي نتائج نهائياً إحنا لازم نواجهها نفسنا تجميد البويضات يثبتت علمياً آه ستات ممكن تحمل لكن حقن المبيض أو حقن الخصية بالخالية الجزعية كلام فشل ولسه لم يثبت صحته فأنا مقارن بين العلاجين واحد علمياً مزبوط والتاني ده الجال والله العظيم لو تشوفوا الناس بتبيع أراضيها وتسفع مبلغ قد إيه لحد النهار ده حيصعب عليهم احنا كنا بنقعد مع أساسات زمان كان تيجي بنت شاب عندها مثلاً في تلاتينات ونص التلاتينات كان الأستاذ يقعد يمسك وتحاليل بتاعت بنت لا 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 تحاليلك وحشة قوي يقول لأمها جوزيها بسرعة في خلال ستة شوق يعني ايه جوزيها وجوزيها بسرعة هي عربية هتروح تشتريها يعني ايه دكتور عشان تحاليل البنت مخصوم بويضاتها ضعيف فتلاقي الدكتور يقولها جوزيها بسرعة الحقي جوزيها بسرعة يعني ده انت بتحط ضغط نفسي جبار على الأم وعلى البنت ترجمة نانسي قنقر